خلينا نتقل بقى مع حضراتكو لموضوع مهم جدا وموضوع بيأكد لنا عن جهود الأمن صراحة يعني الأجهزة الأمنية في القاهرة تمكنت من تحديد وضبط مرتكبي وقعة هنا وقت اختطاف طفلة وحضراتكو سمعتوا عنها ده كان تحديدا بدائرة قسم شرطة الشروق حاولوا فيها الناس اللي خطفوا ابنه على مساومة الأب على دفع هنا مبلغ مالي كام 3 مليون جنيه علشان يرجعوا ابنه مرة تانية ليه الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف بقى غموض الوقعة تحديد كمان وضبط مرتكبي الوقعة بعد تلقيهم بلاغ من شخص قال فيه ان نجله اختفى وهو اسمه عبد الرحمن وبيبلغ من العمر 3 سنين تلقى اتصال أبلاغه فيه شخص مجهول بخطف ابنه وانه هو طالب هنا 3 مليون جنيه علشان يعيد الطفل مرة تانية ليه خليني اقول لحضراتكم ان تم تشكيل فريق بحث جنائي وتوصل الجهود لتحديد مرتكبي الوقعة وكمان تم الابضع عليهم بعد هنا اعداد الاكمل اللازمة بالاماكن اللي بتردد عليها احد المتهمين وتم كمان ضبط باقي المتهمين خلينا نتابع هذا التقرير عشان نعرف تفاصيل اكتر نرجع نكمل ثلاثة ملايين جنيه هو مبلغ الفدية الذي طلبه هؤلاء مقابل اطلاق صراح طفل اختطفوه لم يتعد عمره السلاسة اعوام بمساعدة احد اقربائه بنطاق دائرة قسم شرطة الشروق مقابل اعطائه مليون جنيه من مبلغ الفدية دوره هو استدراج الطفل واعطاؤهم اياه هو نفذ اختطاف الطفل بحقم ان هو عمه وعرف يستدرج الطفل ويركبه مع العربية وان هو اتفق مع افراد التشكيل العصابي على اختطاف الطفل مقابل مصومة اهليته على مبلغ ثلاثة مليون جنيه مدرية امن القاهرة كانت اسرع في القبض عليهم باماكن اختبائهم وبحوزاتهم بندقية الية وطلقات نارية متنوعة وفي زمن قياسي كان الطفل سالما في احضان اهله الذين استقبلوه بفرحة كبيرة واسنوا على جهود الاجهزة الامنية في اعادته ده ربنا يخليهم ويعليهم يا رب كل واحد واجب جنبية ورجع الابني بالسلام وما كنت يشاكق قوي ان انا ابن عميت ان هو يكون واجده فعمري ما اشك واحد كان بيقل معي في الطبق انا هو معيالي دول كنت بعملوا نفسي عيالي بالزبط كان عند امل كبير او في ربنا ان ابن هيرجع وبرده كان عند امل كبير ان بصراحة ربنا اسم الشروح يرجع لي ابنه اشتركوا في القناة